اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان مرحبا وحلقة جديدة من هذا البرنامج ويمكن نهاردة ان شاء الله بنصلت الضوء على شيء في غاية الاهمية يمكن مع طلابنا طلاب التعليم الفني الصناعي نهاردة نتكلم على مادة اجهزة قياس الطاقة القهربائية لصف الاول الصناعي وهنكلم عن الباب الاول على وجه التحليل طبعا هذه الاجهزة لها ضرورة كبيرة جدا في اتخاذ الاحتياطات الكاملة ومعرفة الطاقة ومعرفة قوتها ومعرفة اشياء كبيرة جدا لا غنى عنها عشان كده بنصلت الضوء في بداية الفصل الاول على هذا الجانب الرائع اللي بيدينا مهارات متميزة وبيدي عدد كبير جدا مننا هذه المهارات النهاردة بيساعدنا ان يكون معنا الاستاذ محمود محمد عبد العاطي خبير مادة اجهزة قياس بوزارة التربية والتعليم اهنو سلام بحليك اهنو سلام بالنوارنا فقط اولا باش مهندس محمود في البداية مدتنا النهاردة عن اجهزة القياس ويمكن اول حاجة بتيجي على طول في ازهاننا وازهان الطالب هي تعريف يعني ايه قياس طيب احنا ممكن نلخص تعريف القياس او بشكل بسيط خالص انه ما ينفعش نقيس اي كمية بكمية غير مناسبة لها ما ينفعش اروح اقيس مسافة بين القاهرة واسكندرية واقول ان هي بالمتر فلابد انه الكميات تبقى متطاقة علشان كده في تعريف القياس بيلاقي ان هو بيقول لي ايه بيقول لي ان تعريف القياس هو عبارة عن مقارنة كمية بكمية اخرى بس بشرط ان هي تكون من نفس النوع تمام فعلشان كده انه لابد في عملية المقارنة وعملية القياس انه انا بعمل عملية القياس علشان اشوف مدى احتواء الاولى بالنسبة للتانية تمام فيبقى التعريف المناسب لعملية القياس او تعريف القياس هو مقارنة كمية بكمية اخرى او مقدار بمقدار اخر من نفس النوع بهدف معرفة مدى احتواء الاولى او الكمية الاولى بالنسبة لكمية التانية هذا التعريف وافي وجميل لو انتقلنا إلى أنظمة القياس نفسها رمعاً إن لو كلمنا على القياس سيبقى فيه أنظمة ماذا عن أنظمة القياس؟ أنظمة القياس إحنا بيبقى فيه عدة أنظمة متدولة وفيه طرق للقياس مختلفة ووحدات مختلفة للقياس من خلال الأنظمة إحنا بنتعرف على أنظمة القياس وقلنا إن أنظمة القياس بيبقى عندي أول نظام اللي هو النظام جاوس وفي النظام المتري والنظام الدولي اللي هو المتري المعاصر وده اختصاره السقال الانظمة دي بيبقى فيها ايه بيبقى فيها وحدات القياس اللي هي لكل عملية قياس او لو هائيس طيار وحدة القياس بتاعته شدة الطيار وحدة قياسها ايه فرق الجهد وحدة القياس ايه ده بيختلف من نظام لنظام يعني احنا قلنا عندنا تلات انظمة اللي هما نظام جاوس والنظام المتري والنظام الدولي أو المتري المعاصر لو جينا تكلمنا عن كل واحد لوحده لنكلم على نظام جاوس في الأول فنظام جاوس ده بيقول لي أنه السنتيمتر هو وحدة الطول لو هنقيس طول يبقى وحدة القياس بالسنتيمتر ولو هنقيس كتلة يبقى وحدة القياس بالجرام والثانية هي وحدة قياس الزمن ده في نظام جاوس النظام الثاني عندي اللي هو النظام المتري والنظام المتري هنا بيقول لي أنه من اسمه هو نظام متري فيبقى الوحدة المتر هي لقياس الطول يبقى هنقيس الطول هنا بالمتر والكيلو جرام لقياس الكتلة والثانية برضو لقياس الزمن بيختلف عنهم النظام المتري المعاصر أو الدولي الـ SI ده بيختلف عنهم في جزئية تانية اللي هو بيبقى عندي سبع وحدات قياس لكميات مختلفة يعني بيقول لي أن النظام ده بيسمى المتري المعاصر ويتكون من سبع وحدات أساسية لقياس الكميات الفيزيائية الأساسية طيب هو قبل ما نتكلم في النظام الدولي هو السؤال يجي للطالب في النقطة دي ازاي السؤال يجي هنا يقول له اشرح أنظمة القياس يعني السؤال في الجزئية دي هيقول له اشرح أنظمة القياس فالطالب هيقول والله أنظمة القياس بتتكون من 1, 2, 3 النظام جاوس النظام المتري النظام الدولي أو المتري المعاصر بيقول ده وبيقول ده وبيقول ده بس يبدأ يقول لي تاني ما أنا بقول له اشرح لو قلت له اذكر والناس يعني الطالبة تاخد بالها من النقطة دي السؤال اللي هيقول لك اذكر فأنت هتقول 1, 2, 3 صح لكن لو قال لك اشرح وضح برسمي هترسم أو تشرح الجزئية علشان كتير من الطالبة بيقع في الجزئية دي واتهيالوا أنه هو مجاوب صح بس الإجابة نقصة هو مجاوب صح بس الإجابة نقصة فبالتالي لابد أنه هو يشرح كل نظام ويحدد للكميات المطلوبة النظام الدولي المعاصر احنا قلنا أنه هو بيتكون من 7 وحدات السبع وحدات دول عندي بيبقى المتر للطول والكيلو جرام للكتلة والثانية للزمن والمول لكمية المسافة لو هنقيس كمية مسافة يبقى المول وعندي الأمبير لقياس شدة الطيار الكهرابي وكمان بيبقى عندي الضارة الكيلفينية لضارة الحرارة وكمان الاستربيديان للزاوية المرسمة ودي بتبقى خاصة بشدة الإضاءة ويعني مكان زي اللي احنا قاعدين فيه للستوديو بنبقى محتاجين نحسب شدة الإضاءة في المكان كسافة الضوء في المكان تضفق الضوء للستوديو أو لقاعة احنا قاعدين فيها بنستخدم الاستربيديان كوحدة قياس للزاوية المرسمة يبقى اتفقنا ان الطالب لما هيجيله سؤال في الجزئية دي هيجيله يقول له اشرح وحدات اشرح انظمة القياس او عرف القياس وما هي انظمته فيبقى الطالب يتعود على الاسئلة من النوعيات دي طيب لو احنا اتكلمنا على وحدات القياس يعني ماذا نعرف وحدات القياس وما هي نوعية الفند طيب وحدات القياس ولدنا في مدارس التعليم الفني وخصوصا قسم التركيبات والمعدات الكهربية في مرحلة الاعدادية ومرحلة التعليم الاساسي في الاعدادية خدوا في مادة العلوم ودرسوا في مادة العلوم فرق الجهد وشدة الطيار وكمان القدرة الكهربية خدوا يعني درسوا بعض المعلومات أو بعض المفاهيم عنه فهم داخلين أنت كطالب داخل عندك فكرة عن الأمبير كوحدة قياس لشدة الطيار الفولت وحدة قياس لفرق الجهد فده طبيعي أنه دي وحدات قياس حنتعلم نقسها ونشوف تعرفاتها طيب أنا لسه معرفش أنا كطالب لسه داخل معرفش حاجة عن التخصص إحنا بنقول أن وحدات القياس عندنا في تخصص التركيبات والمعدات الكهربائية أو في الكهرباء عمتا لما هتيجي أنت كفني طالع نازل تشتغل في شغلانة أو معاك مهمة هتقوم بيها لابد حتى في المنزل عندك لو حصلت مشكلة دروب في المنزل قصر كهرابي حصل مشكلة في الطيار فلابد أي بيت دلوقتي فيه مفاك تستو فيه ناس بيبع عندها جهاز أفو ميتر بحيث أنه هو يشوف الجهد مزبوط في الدارة كرابية في الشقة يشوف بمفاك تستو هل الطيار واصل للمآخز أو البرائز ولا لأ فدي كلها عمليات قياس ولكن وحدات القياس عندي أول وحدة قياس هتقابلني هي وحدة الأنبير الأنبير عندي بيقول لي هو وحدة قياس شدة الطيار وهو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في الموصل كل ثانية ويرمز له بالرمز ايه اختصارا لكلمة أمبير تمام؟ طيب الوحدة اللي بعد كده الفولت والفولت هنا هو مقدار فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قيمته واحد أمبير وهناخد بالنا من الأرقام اللي احنا بنقولها علشان نقول هو لحنا قلنا الأرقام وهنمسلها بايه ونرجعهم لحاجة خدوها في مادة العلوم وبيدرسوها النهاردة في مادة الأساسيات الهندسة الكهربية علشان كده بيقول لي هو مقدار فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قيمته واحد أمبير عندما تفقد قدرة قدرها واحد واط بين النقطتين وهو وحدة قياس فرق الجهد الكهرابي ويرمز له بالرمز V الاختصارة لكلمة فولت طيب معنا هنا هنكلم عن الطالب مفروض يحفظ المنطوق ده التعريف التعريف والرمز ويمشى عليه ويمشى عليه ويعرف يستنتجه زي ما احنا هنشوفه دلوقتي كده هنعمل ايه هم طلبة اتعلموا ان فيه مسلس مسلس قوم المسلس ده كان بيحتوي على ثلاث اجزاء تمام التلاث اجزاء دول كان طالب بيتعلم انه بنحط فوق الفولت او الفي وتحت بيبقى الاي في الار ومن خلال الكلام ده اقدر احسب قيمة الجهد او احسب قيمة الطيار او احسب قيمة الار يعني لو قلنا انه الفولت لو انا عايز احسب الفولت هيساوي ايه الفي تساوي الاي في ار ده من المسلس اللي معنا او اللي احنا تعودنا عليه وهما بيدرسوه ولدنا دلوقتي في مادة الاسيات الهندسة الكهربية طيب لو انا عايز احسب ار من القانون الار تساوي الفي على الاي الفولت او فرق الجهد على شدة الطيار وده وحدة قياسه ايه هنقولها دلوقتي وحدة قياسه الاوم ودي رمز الاوم وهنشوف دلوقتي في التعريف الفي الفي ده وحدة قياسه الفولت تمام كده عندي هنا تاني شدة الطيار هو انا اقدر احسب شدة الطيار برضو تمام هتساوي فرق الجهد على مين على قيمة المقاومة الطالب لابد انه هو من التعريفات اللي احنا قلناها هيعرف ومن خلال المسلس ده يبدأ يتعلم يحسب قيم فرق الجهد او الطيار او قيمة شدة الطيار او قيمة المقاومة الكهربية طيب الوحدة اللي بعد كده وحدة الاوم واحنا دلوقتي اتكلمنا عن وحدة الاوم وحسبنا من المسلس جبنا قيمة المقاومة الكهربية وقلنا انه وحدة قياس المقاومة الكهربية هي الاوم طب الاوم ده عبارة عن ايه قال لي ان الاوم ده عبارة عن مقدار المقاومة الكهربية لان هي قيمة مقاومة كهربية مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه ونركز او في كلمتين دول عشان هنطلعها من القانون اللي احنا قلناه بحيث ان الولاد يبقوا فاهمين القانون ما بيطلعش كده ولا التعريف بيتقال كده برضه هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه فرق جهد كهرابي قيمته واحد فولت ويمر فيه طيار قيمته واحد انبير مش هو ده القانون اللي احنا قمناه دلوقتي وكتبنا دلوقتي ال R تساوي ال V على I هو قال لي ان بيمر فيها 1 فولت وبيمر فيه 1 أمبير يبقى القيمة المقاومة ال R اللي هي اختصار كلمة resistance بيبقى اختصار ال V عندي الفولت او فرق الجهد او وحدة قياس فرق الجهد على وحدة قياس شدة الطيار ووحدة القياس بتاعتي اللي هي الأوم والعلامة بتاعتها او الرمز بتاعها اللي هو رمز ال اوم ده رمز هيلوغريفي بيبقى بيعبر عن بعض وحدات القياس اللي احنا هنقابلها الوحدة اللي بعد كده ال واط والواط ده بنقيس به القدرة ال واط وحدة قياس القدرة الكهربية يعني احنا نقدر نقول ان القدرة الكهربية فيه لمولد كهربية هي مثلا 220 فولت واط 220 واط 300 واط 1000 واط تمام فالواط ده عبارة عن ان انا احسب القدرة هو حصل ضرب جهد في طيار في الاخر هو فيه طيار مر في السلك والسلك كان على اطرافه فرق جهد كهرابي ونتيجة حصل ضرب اللي اتنين في بعض القيمتين يعني لو انا جبت جهاز اميتر زي اللي معايا ده وجبت جهاز فولتاميتر وقست الطيار وقست الجهد وخدت القرأتين ضربتهم في بعض اداني مين بكل بساطة قيمة القدرة بس وحدة القياس في الوقت ده هتبقى بالواط تمام طيب الواط كتعريف كتعريف الواط هو ايه قال لي ان الواط هو قيمة القدرة الكهربية في دائرة كهربية على طرفيها عشان كده بنقول بقى ان الجهد بيبقى على الاطراف على طرفيها واحد فولت والطيار اللي مر فيها واحد امبير تمام يبقى من خلال التعريف ده نقدر نقول ان القدرة رمزها بي للباور بتساوي الفي في شدة الطيار لانه هو قال لي هو مقدر قدرة كهربية في دائرة مر فيها واحد امبير وكان على اطرافها واحد فولت على اطراف الدايرة دي واحد فولت فمن خلال الكلام ده قدرنا نحسب قيمة القدرة او قانون القدرة بتاعي بس وحدة قياسه ايه بقى وده موضوع الاولاني في درسينا النهار وحدة القياس هي الواط تمام اللي احنا بنعرفه دلوقتي الواط هو عبارة او هو مقدر القدرة الكهربية لدائرة كهربية مر فيها واحد امبير وعلى اطرافها واحد فولت طيب وحدة القياس اللي بعد كده اللي هي الواط ساعة والواط ساعة ده اسمه الوحدة التجارية اللي احنا كلنا في المنازل والمنشآت الصناعية والمنشآت التجارية بنتحاسب عليها اللي هي فاتورة الكهرباء بابسط صورة يعني وحدة القياس فيها يعني احنا دايما بنقول لولادنا في المدارس امسك فاتورة الكهرباء اعرف وحدة القياس لان احنا بنعلمه وحدات القياس فانت عاوز تشوف الوحدة دي وبتتحاسب عليها ازاي فبنقول له شوف فاتورة الكهرباء استهلاك الطاقة الكهربية بتاعتك هتلاقي ان الطاقة اللي انت مستهلكها مكتوب كده كيلو واط ساعة او واط ساعة فده وحدة قياس تجارية وحدة القياس التجارية دي معناها ان انا بقيس الطاقة اللي استهلكت في دايرة قدامي او دايرة كهربية سواء بقى دايرة منزلية او دايرة جهاز معين او اللي هو المهمة هي طاقة كهربية مستهلكة في زمن معين بنسبة لزمن فعلشان كده قال لي انه الواط ساعة هو قيمة الاستهلاك في دايرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهرابي قيمته واحد فولت واحنا دايما بنقول القيم علشان نبقى نعلم الولاد القانون قدامك اهو وادرب بص القيم دي لما تضربها هيطلع لك القيمة بوحدة القياس بتاعته يبقى نعندي تعريف الواط لو بصنا مع بعض كده هنلاقي نقول انه هو قيمة الاستهلاك في دايرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهرابي قيمته واحد فولت بس مر فيها طيار برضو ما هو طالما فيه جهد على اطراف دايرة كهربية يبقى الدايرة مر فيها طيار كهربية ويمر بها طيار كهربية قيمته واحد امبير لمدة زمنية معينة او لمدة زمنية قدرها واحد ساعة دا كده اللي هو الواط ساعة او الكيلو واط ساعة ودي بيتقال عليها الوحدة التجارية والمرور هنا يا ميستر هو بيعني استهلاكي للطاقة يعني مش بس ان انا بوصله بالفيشة والجهاز واقف لا دا الجهاز شغال وبيستهلك الطاقة يبقى بيمر بشكل دي حاجة كمان بأكد على كلام حضرتك انه هو دايما بننصح وحلقات عملناها قبل كده في ترشيد استهلاك الطاقة قلنا انه انت مش محتاج التلفزيون سايبه متوصل ليه المأخذ مفروض يتقفل الكابل الباور بتاعه مع المأخذ شيل الفيشة لانه فيه عناصر الكترونية داخلية طول ما هو متحمل على الطيار هو فيه استهلاك بسيط وجميع الاجهزة ايه بقى جميع الاجهزة وشاحن حتى بتاع الموبايل شاحن الموبايل شاحن اللاب كل الاجهزة الكهربية اللي فيها عناصر الكترونية او ما فيهاش برضو طول ما هي متعلقة او متحملة على المأخذ الكهرابي اللي هو البريزة فيه جزء من الطاقة مفقود بدون استهلاك احنا بنستفدش به وبيتحمل عليك طاقة مستهلكة بيعملوا ايه بقى فاندم يمكن في اسكندرية وانا شفتها المفتاح بتاع التشغيل هو اللي محطوط على الحائط فيقفل ويفتح من مفتاح التشغيل مش شيء للفيشة الفيشة محطوطة على الجنب ومفتاح التشغيل بس لحارتك بتتعامل بعض الفنيين الكهربائيين بيعملوا انه المروحة هيكون لها مفتاح جنب المفتاح بتاع المروحة المفتاح ده بيتحكم فيه البريز او المآخذ اللي بتغزى منها التلاجة بالفريزر بالحاجات دي فيبقى انه هو بمفتاح فصل فصل الكل يعني وده يعني استرشاد اكتر او ترشيدي اكتر من ان انا اشيل الفيشة اللي ممكن تكون قيد عن ايدي او الاخر صحيح صحيح طب بعد كده في لو عايزين نحسب الطاقة لو عايزين نحسب الطاقة المستهلكة هيبقى عندي في معطيات للدائرة الكهربائية اللي موجودة عندي ومن خلال المعطيات للدائرة نقدر نحسب الطاقة طب انا محتاج ايه للمعطيات دي محتاج انه الدايرة مر فيها جهدة قد ايه او على اطرافها جهدة قد ايه دي من معطيات المثال محتاج اعرف الطيار اللي مر فيه الدايرة كان قيمته كام ووحدة قياسه بالانبير كمان محتاج اعرف هو الطيار اللي مر ده او الطاقة اللي استهلكت هستهلكها لكم ساعة او الحسابات اللي انا هعملها هعمل حساباتي على كام ساعة استهلك فبيديني في المثال دايما من ضمن المعطيات في المثال زي ده يديني الجهد او فرق الجهد على اطراف الدايرة يديني الطيار اللي مر يديني عدد الساعات وممكن طبعا في الامثلة والمسائل والحاجات دي بيبقى فيه طبعا عشان نقيس الطالب اللي فاهم ونعرف مدى استعاب الطالب بنبدأ نشيل مثلا فرق الجهد نحط له مكانه القدرة واحسب لي فرق الجهد وبعد كده احسب لي الطاقة المستهلكة نبدأ عملية ايه كاتشانة في المعطيات كده بحيث انه نشوف الطالب اللي فاهم حافظ مجموعة القوانين وفاهم مجموعة القوانين اللي احنا عرضناها مع بعض ولا لا وده هنشوفه فيه المثال اللي احنا هنعرضه دلوقتي عندي في المثال هنا بيقول لي جهاز كهرابي زو جهد تشغيل 220 فولت عند تشغيله يمر به طيار مقداره 2 امبير عند معامل قدرة الوحدة ودي هنوضحها مع بعض قبل ما نحل المثال برضو دلوقتي عند معامل قدرة الوحدة احسب ما يلي عايزين نحسب ايه قال لي رقم واحد او الف قدرة هذا الجهاز انا عايز احسب قدرة الجهاز ده تمام وولادنا دلوقتي اكيد وهم قاعدين دلوقتي لمحوا القوانين اللي احنا شغالين عليها وعرضناها لهم هيقدروا يحسبوا معانا قدرة الجهاز دوت المطلوب التاني به قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربية خلال 20 ساعة مقدرة بالوحدة التجارية وده اللي احنا قلناه في الوات ساعة او الكيلو وات ساعة هو ما قال ليش هنا احسبوا بالوات ساعة او بالكيلو وات ساعة لكن قال الوحدة التجارية هو قال الوحدة التجارية ودي كلمات احنا بنحاول نشوف الطلبة فاهمين الموضوع ولا لا يعني زي ما بيتقال كده بنغير صيغة سؤال بحيث انه نشوف الدنيا مفهومة ولا لا طيب احنا قلنا كلمة لولادنا علشان هما برضو جديدة عليهم اللي هي عند معامل قدرة الوحدة يعني ايه معامل قدرة الوحدة معامل القدرة ده بيبقى حاجة او جزء من العناصر اللي موجودة في الدائرة الكهربية حسبياً بيبقى بناء عليه بيتحدد قيمة استهلاكي للطاقة كل معامل القدرة مقعلي وقرب من الواحد صحيح كل ما بقت الفاتورة بتاعتي استهلاكها قلي شوية طب يبعد عن الواحد صحيح يبدأ الفاتورة استهلاكي يزيد ليه؟ لانه معامل القدرة ده احنا قلنا معامل قدرة الوحدة هو انا عندي كم نوع من معاملات القدرة عندي ثلاث انواع من معاملات القدرة فيه معامل قدرة متقدم وفيه معامل قدرة متأخر وفيه معامل قدرة الوحدة اللي هو موضوع المثال بتاعنا طب معاملات القدرة دي احنا نفهمها ازاي؟ او يعني ايه حمل بمعامل قدرة متقدم ومتأخر ومادي؟ الانواع دي او معاملات القدرة دي تودينا النقطة مهمة اوي اللي هي انواع الاحمال هو انا عندي الاحمال ممكن تكون ايه؟ ما هو فيه احمال انارة وفيه احمال زي تكييف فريزر تلاجة احمال محركات يعني وفيه احمال زي انا مثلا عندي كمبيوتر عندي الطبعة بتاعتي عندي مكان التصوير فيها عناصر الكترونية ومكسفات هنا نقول انه معامل القدرة الوحدة او معامل القدرة يساوي واحد معناها الوحدة يعني يساوي واحد وهو رمزه الكوزين فاي الكوزين فاي لما يساوي واحد معناها ان الاحمال اللي عندي احمال مادية وهي احمال انارة لمباط تمام؟ طيب معامل القدرة متأخر معامل القدرة المتأخر ده بيبقى اللي هو الكوزين فاي يقول لي مثلا قمته 95 من 100 تأخر او متأخر ففي الحالة دي انه معامل القدرة المتأخر بيكون نوع الحمل عندي عبارة عن محركات استنتاجية او يعني حاجات ملفات سخان المية الكاتر غلاية اي المحركات اللي موجودة مراوح رسلات تلاجات التكييف كل الاحمال الكهربية الحسية او الاستنتاجية ده بيبقى حمل او معامل قدرة متأخر وده هيدرسوه في مادة الهندسة الهندسة الكهربية في الترم الاول برضو هيتعرفوا على معاملات القدرة برضو في معامل قدرة متقدم ده بيبقى الجزء الخاص بالاحمال اللي هي طبعة الورق او الكمبيوترات او ماكينات التصوير وده بيبقى فيها عناصر الكترونية ومكسفات وده بيبقى معامل القدرة متقدم فيها طيب هنبدأ نحل ازاي المثال بتاعنا المثال بتاعنا هنا لما نبدأ نحله اول حاجة لابد ان احنا نفهمها اللي هي هنحسب قدرة الجهاز ازاي هو قدرة الجهاز عندي احنا قلنا دلوقتي في القوانين اللي احنا عرضناها لولدنا قلنا ايه انه لما رحسب القدرة القدرة كان بتهي عبارة عن ايه قدرة دايرة مر فيها طيار وكان على اطرافها جهد كهرابي فكان القانون البي بتساوي البي في الار او القدرة تساوي فرق الجهد في شدة الطيار طب هو هنا في المثال قال لي عند معامل قدرة الوحدة او عند معامل قدرة يساوي واحد فده هنعمل ايه قال لي ان احنا او بناء على القوانين اللي عندنا قوانين القدرة هنعمل ايه هنقول اول حاجة المطلوب الاولاني حساب قدرة الجهاز ولما نيجي نحسب قدرة الجهاز هنلاقي ان قدرة الجهاز عندي رمزها البي اللي هي اختصار كلمة البور فالقانون عندي كان بيقول ايه والله لو كتبنا للولاد القانون بالعربي الاول علشان يفهموه هنقول انه قدرة الجهاز تساوي فرق الجهد تمام كده في شدة الطيار علشان يبقوا عارفين القانون بالعربي في الاول في معامل القدرة في معامل القدرة طب من ترجموا بقى رموز زي ما تعلمنا هنلاقي انه القانون عندي بيقول البي تساوي انا عندي فرق الجهد في الاول الفي النقطة دي ولدنا فهمه ان هي علامة ضر في ال اي شدة الطيار في الكوزين فاي اللي هو معامل القدرة تمام طيب لما نيجي نعوض عن الكلام ده احنا محتاجين نعوض عشان نحسب قدرة الجهاز قدرة الجهاز عندي هو كان قال لي الجهد اللي مر كان كام قال لي ان الجهد اللي مر فيه الدايرة كان ميتين وعشرين فولت تمام في شدة الطيار كانت كام قال لي مر في الدايرة دي اتنين امبير تمام كده طيب وقال لي عند معامل القدرة قيمته كام قال لي ان معامل القدرة كان الوحدة فمعناها ان الكوزين فاي بواحد معناها ان الكوزين فاي ايه بواحد ومن خلال الكلام ده عرفت ان القدرة بالنسبالي بقت تساوي ربعمية واربعين وحدة القياس بقى ايه ولادنا يقولوا معنا اللي هي الواط تمام تمام كده ده كده حسبنا القدرة للجهاز طيب هو مش ده بس اللي كان طالبه مني الجهاز اللي هو انهي فان اي جهاز من جهاز مستعمل الجهاز القدرة اللي استهلكها الجهاز اللي قدامي اي جهاز سواء كان طلاجة غسالة اي جهاز متحمل عندي انا بحسب قدرته بشوف الطيار اللي دخله وفرق الجهد اللي عليه على اطراف الدارة الكهربية بتاعته ده بيفيدنا علشان نحدد نوع الكهرباء والعداد المستخدم داخل علشان اعرف من خلال حساب القدرة ده اقول انا شغلت الجهاز ده لمدة عشرين ساعة عايز اشوف انا شركة الكهرباء تحسبني على كانت الاحمال كمان هتبقى كتير مناسبة عليه تمام تمام ونشوف كمان انه قدرة الجهاز ده هل هتتناسب مع الموصلات او الاسلاك اللي ماشية في الدارة الكهربية بتاعت الشقة اهم حاجة لانه ممكن تسيح لانه يزود لي حمل فبالتالي انه لما يزيد الحمل الحاجات بقى اللي هي ايه ان الطبقة البلاستيكية الطبقة البلاستيكية اللي على السلك دي لما بتسيح كم نتيجة ايه ان جهاز تقيل زي ما بنشوف اخطاء بعض ولادنا او في المنازل بيبقى في بعض الاخطاء بتحصل وبتتكرر اللي هي ايه يجيب الكاتل غلاية الميا ويحطه في مشترك المشترك الابيض الطويل ده والمشتركات دي مش كلها متساوية بقى مش كلها قدرتها او موصلاتها او اسلكها تتحمل الاحمال الكبيرة لان فيه مشتركات تانية بيبقى فيها وسائل حماية والسلك بتاعها يتحمل الحمل الزايد فلما بنحط الغلاية تيجي الغلاية بمجرد ما بتبدأ الحمل بتاعها يزيد نلاقي المشترك راح عامل البوم الجامدة وحصل القصر او اللي بي نسميها القفلة بقى اللي حصلت ده كان نتيجة ان الحملة تقيل قوي على المشترك على الاسلاك بتاعت المشترك السلك ما تحملش الحمل فبالتالي السلك حصل فيه السلك النحاس الداخلي حصل فيه ارتفاع كبير جدا في دارة الحرارة ادى الى انهيار العزل طبقة الورنيش اللي على النحاس انهيار العزل بتاعها وانهيار الطبقة البلاستيكية ادى الطرفين البلاستيك ساح فالسلكين لمسوا بعض حصلت المشكلة اللي بتحصل احنا نعمل ايه بقى هنا فاندي؟ بنختار المشترك بجهد عالي مثلا او بشيء معينة او بنقرأ عليه جميل بنبدأ نحدد المشترك او انا بشتري المشترك بتاعي انا بجيب المشترك وفقا لنوع الحمل اللي انا هستخدمه له وفقا لنوع الحمل اللي هستخدمه له والله انا هستخدم له الحمل ده مشترك هيتحمل عليه كمبيوتر بس مشترك عادي التلفزيون يعني الريسيفر بالتلفزيون ده موضوع بسيط بسيط خالص يعني لكن ماينفعش انا جاي بمشترك على قد تلفزيون او على قد الكمبيوتر وحاطت عليه بقى مكوى مع جنب الكمبيوتر وانا شغال فحاطت على الترابيزة وبدأت اشتغل حمل زاد هو ماستحملش المشتركات بتبقى قدرات بناء على الحمل اللي هنشتريه اللي هنتشغله عليه وكمان بيبقى فيها وسائل حماية في مشتركات بيبقى فيها وسائل حماية طب للسادة المشاهدين على اطلاقهم بقى يعني هما أولئة الأمور هنشتري ايه هنشتري حاجة زاد جهد مرتفع بحيث ان احنا نبقى بأمان ما يعني ماشي الجهد يعني هو اي مشترك اي مشترك هيشتغل على المتين وعشرين فولت في المنازل احنا نجيب المشتركات للمنازل ما هو مش هينفع فبنخاطب أولئة الأمور في المنازل وأهلينا في المنازل انه يختار المشترك اللي فيه وسيلة حماية فيه مشتركات بتبقى فيها وسائل حماية وسائل حماية مختلفة كمان بتبقى عند ارتفاع ضارة حرارة الموصل أو السلك معناها ان الحمل زاد هو بيحس بيجي فاصل الدارة الكربية بيفصل نفسه بساعة ما يحس ان الحمل زاد هو مش هيحس بيها الا لو ضارة حرارة السلك بدأت تتغير عن الريتد أو المقنن بتاعها فيبدأ يفصل المشترك وبالتالي فصل الحمل خلاص لانه مش هيقدر يكمل بيها ما ارجعش لأنا بالزرار وقول له اشتغل تاني لا هيحصل نفس المشكلة نفس المشكلة يبقى أنا بقى هفصل الأجهزة عن بعضها واستخدم الأحمال بينا يبقى الحمل الزايد مكانه في المأخذ الطبيعي في البريزة في علبة المفاتيح والبرازي اللي موجودة في الحواق البريزة يتحطلها حمل ما ينفعش نحط المشترك والفرن الكهرباء او المكرويف مع الفريزر مع التلاجة في مشترك في بريزة واحدة ده يدمر لنا الدنيا خالص طيب نرجع بقى للنقطة التانية احنا حسبنا القدرة نرجع للنقطة التانية نقطة اللي هي القيمة او الطاقة الكهربية المستهلكة وانا عندي هنا لو قلنا له انه النقطة التانية حساب الطاقة المستهلكة حساب الطاقة المستهلكة عندي القانون كان بيقول لي ايه هنكتبه له بالعربي برضو علشان الاول يبقى ولدنا فاهمين القانون جاي من اين الطاقة المستهلكة هنا هو انت دلوقتي او انا كطالب جاي لي المثال فقال لي انه عندك دايرة على اطرافها جهده معين ومر فيها طيار كيمتو مثلا اتنين امبير ولما حسبنا حسبنا القدرة طلعت معي بربعمية واربعين اواط تمام انا عايز احسب القدرة المستهلكة القدرة المستهلكة هنا او الطاقة المستهلكة بالوحدة التجارية هقول له ايه هقول له القدرة الجهاز قدرة الجهاز في عدد ساعات تشغيل الجهاز نفسه وانت هتشغل الجهاز كمساعة اللي انت عايز تتحسب عليهم تمام يبقى عدد ساعات التشغيل تمام كده على الف لانه احنا الوحدة كده هتطلع معانا بالوات ساعة مش هتطلع بالكيلو وات ساعة تمام يبقى من خلال القانون ده اقدر اقول انه القدرة عندي او القدرة المستهلكة الطاقة المستهلكة بقت تساوي ربعمية واربعين في عدد ساعات التشغيل عندي كانوا عشرين ساعة تمام كده العشرين ساعة دول اسمنا على الف علشان هتطلع معايا بالوات ساعة تمام يبقى هتطلع معايا تمانية وتمانية من عشرة وات هور او اقدرنا في الامر التجاري ونعرف الوحدة بتستهلك قد ايه ونحسبها بعد جدا في المستقبل يعني ده يخليني انا كطالب او كمستهلك اه كمستهلك بلاش الطالب في النقطة دي كمستهلك اه اعرف الاول قدرة الجهاز اللي انا هشغله وهل يتناسب مع المأخذ او مصدر الجهد اللي انا احمله عليه تمام اه كمان حاجة انه بيبدأ يخليني او يديني دراية بعملية حساب الطاقة الكهربية المستهلكة وابقى على دراية بانه استهلاكي للطاقة ابدأ ارشد امتى وهل ارشد ولا لا انا كده استهلاكي عالي ولا لا الكلام ده كله يعني ممكن يفدنا في النقطة الاجهزة الموفرة للكهرباء ودي نقطة سريعة قبل من انتقل للنقطة هل هي اجهزة بتوفر الطاقة الكهربية بجهدها ايه الاضافة الجديدة في المجال في الجانب التسويق والدعاء لهذه الاجهزة الاجهزة الموفرة يعني لو هنتكلم مثلا على اللمبات الموفرة اللمبات الموفرة كانت اللمبات العادية اللمبات الزقبقية او اللمبات اللون الاحمر اللي هي المصمر والالووز وكده القديمة كانت دي بتشتغل على ستين واط ومئة واط ويعني قدرة بيرة فده كان بيستهلك معنا قدرة عالية وبالتالي كان بيديني برضو ارتفاع في ضررات حرارة كمان يعني كان لها عيوب زائد ان هي يعني مشكلة ان هي حمل زيادة فبيستهلك قدرة كهربية زيادة لا ده كمان بيديني مشاكل في ضررات حرارة كمان للمكان بدأ الاستحداث والتطوير والطفر الصناعيات اللي حصلت في الأحمال والإنارة والأجهزة الكهربية بدأوا يعملوا عناصر او مكونات بتستهلك او مخفضة للقدرة او استهلاك ضعيف للقدرة الكهربية هنا هي بتشتغل على الجهد 220 يعني بالنسبة للجهد هي ما بتفرقش بتشتغل على الجهد 220 يعني أنا عندي مثلا في شقة في سوبرماركت في مستشفى في مدرسة بنبدأ نحط الأحمال الإنارة بدلا ما كنا بنحط الأحمال اللي بتستهلك القدرة الزيادة بدأنا نستخدم الأحمال الإنارة اللي هي اللمبات الموفرة اللي بتستهلك قدرة أقل دي بتديني انه القدرة المستهلكة او الطاقة الكهربية المستهلكة في الساعة اللي احنا حسبناها دي بتبدأ تقل معايا بعد كده يديني وفرة في الطاقة نقدر يحصل التوسعات المستقبلية اللي بتحصل في مناطق سكانية والمناطق الصناعية عشان كده وزارة الكهرباء بترشد هنا وتقول المواطنين نشتروا اللومة دية على شخص يقدر توفر بيها والأجهزة يبقى عليها علامات نعود إلى النقطة الأخرى كيفية نستطيع تعرف عن نوع الجهاز وطريقة استخدامه ووضعيته يعني في تثبيته هل هيبقى فيه حاجة قبل اللي احنا تكلمنا فيه قبل ما ناخد هذا الموضوع فانديم؟ طيب في الجزئية دي هي موضوعنا اللي احنا هنتكلم فيه فعلا هو الرموز والمصطلحات لأجهزة القياسة الرموز والمصطلحات تفيدني في إيه؟ هتفيدني في إني أعرف أقرأ الجهاز اللي قدامي صحيح أعرف أتعرف على الجهاز اللي قدامي بشكل أمثل اللي هو إيه؟ أنا هقيس شد الطيار مروحش أسحب جهاز قدامي وفيه طرفين للتوصيل أجي موصل السلكين بتوع الطرفين وأبدأ أقيس طب هو أنا عرفت أن الجهاز ده هيقيس شد الطيار ولا يقيس فرق الجهد لأن طريقة التوصيل بتختلف أدي حاجة الحاجة الثانية الجهاز دوت طريقة التثبيت بتاعته بتختلف هل هو هيتثبت في وضع رأسي؟ تمام؟ ولا هيتثبت في وضع أفقي؟ ولا هيتثبت بوضع مائل؟ ده بيختلف وعندي رموز بتبقى موجودة على شاشة الجهاز تقولي الكلام ده الجهاز الواحد هياخد كذا وضع من الأوضاع؟ لا ولا هو كل جهاز ليه وضع محدد؟ سؤال كويس سؤال جميل الجهاز هو وضع واحد تمام ليه؟ لأنه ده كده يشتغل في وضع عمودي تمام الوضع العمودي ده لو أنا ثبته بوضع كده أنا أسرت يعني أنا قلبته تمام فأنا أسرت على العناصر الداخلية أسرت على العناصر الداخلية لمين؟ للجهاز نفسه لأن أنا عندي في عمود دوران في ملفات في يايات جوة مسؤولة عن أن المؤشر لما يطلع يتحرك لفوق بتشده تاني في أسقال في أوزان الكلام ده كله بيتأثر به الجهاز من الداخل تمام فوضعية التثبيت تفرق لو بصينا على الشاشة وشفنا الجهازين اللي قدامنا دول الجهازين دول الشكل واحد شكل الجهازين واحد لو بصينا كده هنلاقي أن الجهازين عليهم رمزين مختلفين في رمز الA اللي هو اختصار كلمة أمبير وفي رمز الV اختصارا لكلمة فولت تمام يبقى كده أنا عرفت إن الجهاز ده هيقيس فرق الجهد اللي هو عليه الV والجهاز ده هيقيس شدة الطيار اختصارا لأمبير اللي هي حرف A طب في علامة تحت الحرف A اللي هي علامة الطيار المتردد اللي هي عاملة زي الموجة كده تمام دي معناها أن الجهاز ده يستخدم مع الطيار المتردد فقط ما ينفعش يستخدم مع دوائر الطيار المستمر تمام؟ يبقى كده أنا عرفت الطيار اللي هستخدم فيه الجهاز ده إيه؟ سواء طيار سواء جهد برضو عندي التدريج اللي موجود قدامي التدريج اللي قدامي فيه جهاز الفولت ده أقصى تدريج ليه هو 300 فولت 300 فولت أقصى قراءة للجهاز تمام كده؟ طيب الجهاز التاني 1200 أمبير فدي كده أقصى قراءة ليه لو بصنا على الرموز اللي تحت فيه الجهاز هنلاقي أنه فيه مجموعة من الرموز موجودة تحت فيه الجهاز أسفل المؤشر وفيه الدايرة السودة دي أو المفتاح السود ده هنوضح برضو فايدته إيه؟ طيب فيه مجموعة من الرموز ولادنا فيه الكتاب لابد أنه هم يبقوا عارفينها لو بصنا على نوع الجهاز والرمز عندي الرمز ده لما نلاقيه على الجهاز هنلاقي أن الجهاز ده معناه أو الرمز ده معناه أن الجهاز ذو مغناطيس دائم وملف متحرك الرمز الثاني الرمز ده معناه أن الجهاز ده جهاز مغناطيسي زو مغناطيس دائم وملفه متحرك بس بدون عزم بدون عزم إعادة ميكانيكية الرمز ده كمان بيقول لي أن الجهاز ده زو قلب حديدي متحرك وعندي رمز تاني بيقول لي أن الجهاز ده زو قلب حديدي متحرك ومغناطيس دائم استقطابي طب الرمز دي تفيدني في إيه الرمز دي تفيدني أن أنا لما أمسك الجهاز بتاعي أو الجهاز ده بيكون مسبت فيه لوحة أو فيه لوحة توزيع أو أي دائرة كهربية أبدأ أبص على العناصر اللي موجودة تحت وأعرف نوع الجهاز من خلال الجدول برضو مجموعة من رموز موجودة برضو الرمز ده معناه أنه ده جهازه صمام إلكتروني والرمز ده كمان معناه أنه ده جهاز زوم اغناطيس دائم وملف متحرك عندي كمان الرمز ده معناه أنه جهاز حراري بمزدوج حراري ده مجموعة من الرموز وده كمان رمز بيقول لي جهاز حراري بسلك ساخن هيجي للطالب عفوا لمستر في الامتحان هذه الرموز ويقول له عرفها لي برافو في سؤال بييجي في الامتحان ودي أنا لسه كنت هنقول عليها أنه اكتب ما تدل عليه الرموز التالية فبيجيب له مجموعة من الرموز اللي موجودة على الأجهزة ودي احنا بنحاول من خلالها أن احنا نختبر الطالب في الجزئية دي اللي هو يعرف يقرأ الجهاز اللي قدامه ولا لا يعرف يشوف الجهاز ده وضعية تثبيته هيثبتها صح هيستخدمه مع الطيار الصح متردد ولا مستمر وهكذا والرموز دي كلها اختزالية وفي بعض الأجهزة اللي مكتوب عليها العبارة كلها لا هو رموز رموز كلها لأنه ما فيش مساحة أنه هو على الجهاز يكتب لي الكلام ده كل طبعا فيه جزء مهم برضو في الجدول دوت اللي هو جهد الاختبار وجهد الاختبار هنا النجمة دي بتدل على جهد الاختبار النجمة دي قدامنا دي أول نجمة فضية ما فيهاش أرقام دي معناها أن جهد الاختبار نصف كيلو فولت أو خمسمائة فولت الجهد اللي هيشتغل عليه الجهاز ده لو النجمة فيها صفر يبقى الجهاز ده بدون جهد اختبار هنشغله عادي النجمة التالتة فيها اتنين وده معناها أن جهد الاختبار اتنين كيلو فولت الرمز اللي تحتها اللي هو العمودي ده معناه أن الجهاز هيثبت في وضع رأسي والرمز اللي بعده فيه زاوية ستين دارة يعني الجهاز ده هيثبت بزاوية في ميل في تثبيته طيب فيه جزئية مهمة نختم بيها سريعا اللي هي قراءة الجهاز قراءة الجهاز ده عندي مثال بيقول لي ايه المثال ده بيقول لي ارسم واجهة جهاز واتميتر ارسم واجهة جهاز واتميتر من النوع الكهروديناميكي زو ملف متحرك يعمل على الطيارين المستمر والمتردد والمتغير يستعمل الجهاز أفقيا درجة دقة الجهاز خمسة من عشرة وجهد الاختبار له اتنين فعشرة أس ثلاثة فولت وممكن يقول لي جهد الاختبار اتنين كيلو فولت تمام؟ او ألفين فولت طيب سريعا نبص على الصورة اللي قدامنا كده هتبين لي نوع الجهاز اللي احنا قلنا عليه الجهاز ده لما جا بصله كده هو قال لي ان الجهاز جهاز قياس القدرة يبقى واتميتر واختصار واتميتر او الوات الدبيو تمام؟ عندي هنا قال لي جهد الاختبار ليه خمسة من عشرة كتبنا الخمسة من عشرة طبعا احنا بنرسم الشكل ده بالنص دائرة ونعمل التدريج والمؤشر بالشكل اللي قدامنا وبعدين بنكتب اول حاجة دقة الجهاز خمسة من عشرة بعد كده قال لي جهد الاختبار للجهاز كان اتنين كيلو فولت او اتنين فعشرة أس ثلاثة رسمت له النجمة اللي جواها رقم اتنين معناها ان جهد الاختبار اتنين كيلو فولت وقال لي ان الجهاز بيشتغل على الطيارين المتردد والمستمر حطت له العلامتين بتوع الطيار المتردد والشرطة دي اللي تحت الطيار المتردد معناها ان دي طيار مستمر هيشتغل على الطيارين واخيرا قال لي انه الجهاز بيثبت في وضع افقي ده ما ينفعش الجهاز ده يتثبت في وضع مائل او في وضع عمودي زي ما وضحنا في الجزريات السابق طبعا يعني استاذنا استاذ الجميل محمود محمد عبد العاطي النهاردة الدرس كان غني بالمعلومات وغني جدا بالاستخدامات المختلفة وقدمنا حتى لأولئي الأمور وسادة المشاهدين فكرة عن استخدامه والأحمال المطلوبة في البيت ودائما بنقول لأولادنا مهمة وانحنا نركز في الدرس وفكرة الدرس هو موجود ان شاء الله على اليوتيوب وان شاء الله هنلاقي محمد في انتظار تفاعلاتهم وأسئلتهم على القناة نود عليها في أي وقت بشكر حضرتك مستر محمود محمد عبد العاطي خبير مادة أجهزة قياس بوزارة تربية والتعليم اللي كانت مدتنا النهاردة على أجهزة القياس الصف الأول الصناعي في موضوع الباب الأول شكرا لكم شكرا لكم عزيزي الشباب في كل مكان وشكرا لتفوقكم لانتوا أمل المستقبل وكل ساعة كل دقيقة انتوا بتذكروا فيها وبتهتموا بعلمكم انتوا بتحفظوا بلدنا الجميلة مصر بتأدوا أحلى أنواع الصناع وأجوادها في مصر على أساس التسابق العالمي في الصناع الكبير أشكركم وأشكر عادلكم البيضاء المهتمة أيما بعقولكم الواقدة والوسابة للأمام أشكركم وإلى اللقاء